مملكة البحرين يعتبر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص حدثا عالميا مهما تتشارك فيه كل الدول بهذه القضية الهامة والحساسة من خلال تبني المبادرات والتشريعات الهادفة لحفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص مملكة البحرين وانطلاقا من دورها الفاعل في المجتمع الدولي اضحت من الدول الرائدة على مستوى العالم في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق الإنسان فالإنجازات المتوالية عاما تلو الآخر تثبت ما تتمتع به مملكة البحرين من مناخ يهتم بالإنسان ويعزز من حقوقه ومؤخرا ودلالة على الجهود البحرينية حافظت مملكة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي في إنجاز حقوقي رفيع مستوى ضمن أعلى تصنيف معتمد في هذا المجال الدوافع والمنطلقات البحرينية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال هي أساس لهذا الإنجاز فوعي صناع القرار في المؤسسات المعنية بأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص تمخض عنه التعاون بين العديد من المؤسسات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي إذ تمت ترجمة مكافحة الاتجار بالأشخاص من فكرة حقوقية إلى واقع ملموس وكانت مملكة البحرين قد طورت حزمة من الإجراءات الوقائية التي أسهمت في تعزيز حماية العمالة الوافدة والحد من العمل الجبري ومختلف صور الاتجار بالأشخاص ما جعل من التجربة البحرينية تجربة رائدة على كافة المستويات